بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة حضرتنا اليوم ان شاء الله هتكون عن كيفية استعمال الانزيمات في صناعة الفواكه وصناعة الخضروات وخصوصا عملية استخلاص العصائر من الفواكه والخضروات هذا هتكون طبعا الجزء الاول من المحاضرة لانه في لها جزء تكميلي الموضوع كبير شوية لكن احنا قسمنا على جزئين حتى نقدر نستوعبه بالشكل المطلوب زي ما احنا شايفين العصائر متنوعة والخضروات ايضا متنوعة سواء كانت لغرض العصائر او غرض حفظ المواد للخضروات زي اللي هي المعلبات او المواد المحفوظة من خلالات الاخر لكن احنا في موضوعنا اليوم ان شاء الله هتركز على العصائر عصائر البرتقال وعصائر الفراولة او الى اخره من العصائر المختلفة بشكل عام هذا هو مصنع بيكون هيك في الاشياء يكون بكوناه بالترتيب والترتيب هذا بيبدأ انه انت تحصل على الفواكه او الخضرويات وتقوم بغسلها بعد غسلها بتحملها على البل على تقريبا اه سير جلد يعني اوديها لعملية تفصل الفواكه الفاستة عندها البعض تفصل الحبات الفواكه المطلوبة عصرها على التالفة الى اخره بعدها بتم غسلها وبعدها بتم عمليات كراشر هو الهرس او العصر الى اخره من العمليات هذه كلها بتم فصلها بتم عملية لها بعملية عمليات بمعنى صح اللي هو العمليات اللي من البداية حتى العصر بتتم فيها على عدة مراحل المراحل الاولى عملية فحص غسيل بعدها عملية عصر او هرس بعدها عملية حتى تفصل المادة السائلة عن المادة الصلبة وبعدها بتم توصيلها لمخازن معينة براميل معينة بتم عملية تصفية لها بعدها بصير عملية اللي هو باسترة وعملية كونسنتريشن اللي ها والكونسنتريشن بواسطة الى اخير وبعدها اللي اللي هي المعروفة عنها اللي هي عمليات التعليف وعمليات تعقيم وعمليات النخل حتى نحصل على منتج زي ما احنا شايفين بالشكل هذا. لكن هذا بدل علينا نعرف كلاهيات ولكن احنا مراكزين على وين احنا بنستعمل الانزيمات في اي مرحل من المراحل هذه بنستعمل انزيماتنا حتى نحصل على منتج بالشكل الطبيعي ذات ميزات معينة وخاصة. في البداية احنا لازم نعرف انه انه هي الانتاج الفواكه والخضروات تعتبر بمعلايين الاطمان في العالم. فمسلا واحد ثلاثة عشرة بليون متريك تونز. البي ام انتي امتي اللي هي من الخضروات اربعمية وسبعة عشر مليون متريك تونز اللي هي من الفواكه ينتج في العالم وهذا الكلام من حوالي خمسة عشر سنة الارقام هذه معناتهم ربما تكون تضاعفت اكتر من كميات كبيرة الارقام. اللي لافت في الانتباه انه الصين راكس از نمبر وين. يعني الصين هي في المرتبة الاولى من ناحية انتاج معظم الفواكه ومعظم الخضروات في العالم. الغريب انه احنا اعرف انه الصين هي كمان من المنتج الاكبر منتج في العالم للتفاع. استمتت حوالي تلاتة وعشرين مليون متر مكعب من اللي هو مطن من اللي في الالفين سبعة الالفين وتمانية. اسيا بشكل عام ازكس بستهل تو بي تطوب جوز ميك ميركت باي. فيم تسعة الفين وعشرة كونسومنج مولدان حوالي اربعة عشر بليون لتر. يس يروب. كارنتلي. لاروبة شرخية كونسوم حوالي واحدة وثلاثين لتر. او تلاتين مليون لتر الفرد الواحد. يعني حوالي واحدة وثلاثين لتر للشخص الواحد يستخلع عصير في وهو في السنة من الفرد من افراد في الاتحاف في اللغبة البشر واللغبة الغربية. نفس كوميرشال يوز بيكتنيز الانزيم. الانزيم هو من الانزيمات اللي استعملت حوالي في التلاتينات تل الف سعمية وتلاتين. كان يستعمل لعملية تصفية عصير اللي هو اللي التفاح. معروف عنه البكتين بيكتنيز بيقلل من يعمل على تكسير البكتين الدايب. and result in faster clear apple juice production. بكتنيز is well added to apple in mash في حوالي الف سعمية وتمانين. facilitating dramatic race in juice production. كمان استعمال البيكتنيز ادى الى زيادة في انتاج عصائر اللي هو اللي التفاح. making juice concentration possibly through water evaporation. هذا اللي حكينا عليه انه احلا نزيد من تركيز العصير بوسط عملية التبخير الماء اللي موجود في كميات كبيرة من العصائر. leading to perfect stable concentrate. volume for storage. وازرت يوز. طبعا هزا عمل العملية هذي بواسطة اللي فوريشن وهو وسط سخدام الانزيمات بيدي الى كفاة. وخصوصا لما نركز العصائر بيدي الى اللي هو اللي هو اللي هو بوليوم الحجم اللي التخزين بقل حوالي من واحدة لخمسة يعني اللي هو جوس وتكون بيدي الى اللي هي العملية الحاضيات عشان نعرف العملية هادي من البداية لازم نعرف اللي هي اللي هي القشرة اللي هي اللي هي اللي موجود في الجافل كما نفيه اللي هو البذور طبعا يطلق على الحجارة الحجارة زي ما احنا بنعرف انه في بعض الفواكه زي او الخضروات فيها اللي هي العجم الكبيرة او البذرة الكبيرة زي في او في المانجة نشوفين قطعة كبيرة هذي الحجم الكبيرة بتطلق عليها ستون حجر اما اللي هي زي مسلا في البذور او في الاما الى اخرى بشكل عام في عنا زي ما انتم شايفينه هي في الوسط في الخارج في عنا في ليفيدو البيدو في عنا كمان اللي هي الفواصل في حق الالبان في عنا الاول ساك اللي هي الزيوت العطرية في البطقان مثلا ميلاقيا في الخارج عشان يكلم ما يشيرها من شمري حد البطقان باني هالبس الجويس اللي هي اللي محتويه على العصير الفلش سلس are held together by rigid cell wall صلبة up to many micrometers that give them very defined shape and protect them from internal pressure and external shock in the primary wall the major the polysaccharide بيحتوي على البكتين الجدار الخارجي هذا كلهياته بيحتوي على مادة البكتين والسلولوز زي ما احنا بنعرف الاشياء اللي احنا بنركز عليها في الدراساتنا واستعمل الانزيمات ضدها من ناحية البكتين البكتين هو طبعا شريرة العنزيم الجدار , وشنا من نوع من قليل بيحتويين جديد بيحتويين town الجديام الوجهة ليحظ manages على ال cena جديام شهاد جدا بال intervene A هي هم غالكتورانون غيرامو غالكتورانون غالكتورانون وبالتالي هادفه هي مكوناتها الهي الهي الديرقتل سائلها هم غالكتورانون غيرتوراس برمز هدش دي هو تركيب كران واحد اربع الف غالكتورانيك أسد رزيلو known for the ability to form gel هذا اللي بكواني جيل the primary cell wall HG can be methylated فمتلق عليه methyl esterified at the glycolonic carboxylic group اللي هي composition carbon رقم 6 and acyl esterified at the carbon 2 or carbon 3 position رامنو غلقتو يرانون اللي هي RG1 وهدي طبعا has backbone as many 10 repeated 100 repeated of disaccharide اللي هي 1,2 alpha رامسل 1,4 alpha D galactosyl uronic acid it can be substituted by عربيان or عربيانو غلقتان side chain neutral sugar are completely attached اللي هو RG1 to or oxygen number 4 of رامنوز residu عربيان عربيانيز are mostly 1,4 alpha عربيانو الزل residu for linear chain but عربيانو الزل can be connected to more or less رامنو الزل 1,4 1,5 1,3 or 1,2 alpha linkage عربيانو لاتو عربيانو galacto galactan galactan ag type 1 اللي هي alpha 1,4 type galactan backbone and ag type 2 with 1,3 1,6 beta d galactan backbone both ag have alpha 1,3 and 3 اللي هي عربيانو as residu الاخير الاخير اللي هو ramnogalactoyuranone 2 انا في عنا 1 وفي عنا 2 هذا في عنا 1 انا في عنا 10 is low molecular weight about 4 18 kilo delton complex polysaccharide composed of 12 different sugar with homo galactoyuranone backbone composed of about one four alpha one d galacto galacto as ad هذي كل هاي الاشياء بهم نحن نعرف المكونات الاربع هذي او الخمسة الاساسية في اللي هو البكتين وكيف تأثير ان احنا نكسر البكتين في مباع بعض عشانك نعرف اللي هو مكونات الاساسية احنا بدأ نشوف نعرف البكتين البكتين موجود في الفواكه بكميات مختلفة عن الفواكه احنا بعضها البعض فعنا معسلان اللي هي الفواكه زي ما اللي مش مش في عنا اللي في عنا في عنا في عنا في عنا يعني 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 اللي هي اللي هي اللي هي والستروفري فكل هاي فواكه احنا جبنا الصورة حتى نتعرف عليها مختلفة جدا ومشهور في بعضها مشهور عنها وفي بعض احنا نشوفها لأول مرة لكن اللافت للنظر لو لنا في اللي هي الفواكه هادي بنلاحظ انه اكثر فاكهتين فيهم اللي هما الكرافوت اللي هنو والاكبر والاكبر واحد على الاطلاق فيهم اللي هو ايش اللامون وهذه طبعا فيها اتنين في المية من الوزن العام فالقريب الفروض من واحد اكثر على البكتين وين هم موجودين في الفواكه هذه كل هي زي ما حكينا البكتين بتكون بالشكل اساسي من اللي هي الكاربون لخم ستة تحول لك وهذا البكتين هو التركيب او الاشياء اللي بتعرف بتوصل مع بعضهم البعض فيه البكتين كمان مرة حكينا على الخمس اجزاء اللي بكونوا سوى واحد واتنين زيلو هذي كلهياتها بتركيزها من السكريات اللي بتكون اللي هو تشعبات البكتين من المركبات المعقدة جدا اللي بتدينا فيها اكثر من نوع من السكريات بيشارك فيها لو احنا بنحكي على البكتين فيها الهيموس زي ما احنا بنعرف الفعل اللي هو الطبقة طبقة هذي فيها تواصل بين البكتين وبين الهيموس والسلولوز بشكل عام المسلولوز من المسلولوز المسلولوز مايكروفايبر كرياتينك سيليلوز هيمي سيليلوز نتور. احنا بنعرف هادي الشكل التوضيحي بالكبير اللي هو الميدل لامينا في لازما الاخرة. فهذه المواد اللي موجودة فيها هنا زي ما انتم ملاحظين اللي هو هدا هو وهذا البكتين وهذا السيليلوز. يعني في عنا سيليلوز وفي عنا سولابل بروتين وفي عنا البكتين. فعشان نوضح اكثر زي ما انتم شايفين الخطوط هاده متشابكة مع بعضها البعض. فعندي هاده هو السيليلوز. لو احنا نسمناه بالشكل هاده السيليلوز. هاي طبقتين. هنا. وفي عندي بين البين السيليلوز طبقتين السيليلوز هادة في عندي ما يسمى بالراون الجلاكتو يورانون. هي الاشياء هاده اللي موجودة هنا بينهم. لكن اللي واضح اكثر اللي هو البكتين. البكتين باللون الاسود. فهو واصل بين طبقات السليلوز بيس وكمان مش هيك بس اللي هو عندي الهيمي السليلوز اللي باللون هذا كمان مرة هو واصل في الشبكة زي ما انتشافين بين السليلوز والطبقة السليلوز فهي عبارة عن شبكة شبكة كل هياتها بتأدي لتدعيم اللي هو القشرة الاخر اللي موجود فيها البكتين بس والهيمي السليلوز والبكتين والرامو كلهم بيشاركوا في تكوين اللي هو المادة هادي اللي هي الادات صلابة معينة كمان في عنا انتركنيكشن ويد بيكتك بولي سكرهايد are primary importance to rigidity of the بيكتين نتفوق اللي هي صلابة الشبكة هي صلابة البكتين زي لو جوكان is the key the key structure all of apple cell wall which help break down cell wall enabled cellulose it if it is their side relies at the apple xyloglucan fraction make about 24% of the total amount sugar and cellulose xyloglucan complex connected for approximately our 57% of other cellulose cellulose xyloglucan matrix is the cellulose is the cellulose is the cellulose particularly abundant and secondary cell wall is alpha one four beta the you can polysaccharide cellulose microfiber which gives shape تدلل شكل تدلل تنسل strength يخوة الشد to primary cell wall البشاة الخلية اللي are connected coated with hemicellulose زي ما شوفنا but bind tightly to their surface it is not necessary to break down the cellulose network for juice extraction when using classic fruit merceneration عملية النقع process المصيريشن معلتها النقع processes in fact it were destroyed the fruit mash or would soften and lose breathability and drainability هي عملية الضغط وعملية الزجاج زي ما حنا شايفين اللي هو السيلوليز بكوّل من الجلوكوز ولكن مترابطين بعضهم البعض بنوع بيتا وان فوز زي ما حنا شايفين من النبات للخلايا للسيلول في عنا زي ما احنا شفنا كيف فيها مركب وهو مركب بالاساس من ايش من البيتا بيتا دي جلوكوز ومتوصلات ايضا وابعض بينه في احتمال هانا اتواصلوا في شبكة معه بواسطة الهايدروجين بوند. من المكونات ايضا اللي هو في النبات ايضا في الخليل النبيتية وهي في الفواكه هالي زي الانجاس وزي التفاح اللي يكون فيها كمية من النشا. النشا هذا بكون ايضا ايضا في الفواكه الغير ناضجة بهدف اللي هو انه النبتة او الفاكه اللي تحصل على الطاقة من اللي هو النشا. As well as many other fruit and vegetables. It is not present in berries. النشا هادي حبيبات النشا هادي في الفواكه مش موجودة في اللي هي انواع التود. Starch is synthesized in amyloplast في الخلية. في الخلايا في عندي في حاجة اسمها amyloplast. الامyloplast هي عضاية زورة في داخل الخلية النباتية هادي اللي بتنتج ايش بتنتج النشا في داخل الخلايا. هانا بتبقوا انه البيريز does not contain هو starch. Starch is synthesized in amyloplast and present in a granulated form. على شكل حبيبات زي ما احنا لو اخدنا الميلو بلاس وكبرناها نلاحظ انه اللي لنشا على شكل ايش حبيبات موجودة في داخل الاميلو بلاس. This polycycrate is composed of amylose amylopectin. احنا منعرف الاميلو بلاس وفور لكن الاميلو لا يحتوي الا على الالفة وانفور اللي هو بلقود. It is degree of polymerization is far greater than amylose. بنعرفها كمان مرة. قبل Starch gellify around اللي هو حوالي خمسة وسبعين درجة. اللي ازا كان في Starch في اللي هو التفاح بتصير العملية تكوين زي انجيلي على درجة حرارة خمسة وسبعين درجة قوية. It is only sensitive to alpha amylase and gluco amylase hydrolyzes after swell by gelification. The fruits are processed for their nutritional properties and pasteurized extended their shelf life. طبعا العصر الفواكه احنا نستخدمها لانها فيها ممتجات فائدات فائدة غبائية كبيرة. وعملية البصرة اللي بنجريها على اللي هو العصائر او على الصعر الفواكه هدفها بالشكل الاساسي extended their shelf life is طالت عمر هي عمر على الرطف يعني اللي فترة ما الفترة اطول. However extracting juice is frequently difficult. يعني صعب لو هاته بتحصل على اللي العصائر and yields are often very low. وكمان برضو بحكون اللي هو ناتج قليل عمليات العصر. The main obstacle is بكتين. السبب في ذلك هو العقب الرئيسي في العملية هذه. ما نحصل على منتوج اكبر في العصائر هو مادة البكتين اللي زي ما شكرا بشوي حكينا عليها ايش هي? because of this hydro has high affinity for water. كمان يعني يعني بيعشق الماء في تواصل او في ادابة في اللي تستاط الضول. كمان انجوس وبالتالي لما نعصر الفواكه البكتين هذا بيدوب في ايش في العصير. بيزيد اللي هو ايش? اللي زوجي. ايش? اثناء عصرهم او اثناء اللي هو تحطيمهم بيدوب في العصير وبالتالي بزيد من اللي هو ايش? البسكوساتي. بكتين can also form a gel كمان بيكون الجل. when sugar concentration increases at the the juice evaporating stage. كمان احنا ما بدنا ان نزود العصير او نزود التركيز وعملنا عمليات الامبوريش نعملية تخلص من الماء كمان البكتين بيخلي العصير على شكل جل. the type of enzyme needed to hydrolyze the fruit بكتين can be identified once fruit bectine composition is examined. طبعا احنا زي عرفنا البكتين ايش متكون ونستعملوا الانزيمات اللي تكسر البكتين وتخلصنا من الاوبستكل اللي كبيرة هل تبعت ايش? تبعت البكتين. بكتين hydrolyzes with enzymes facilitated easier juice. احصل على جوز احنا لو استعملنا الانزيمات في اللي هو عملية للبكتين هذا بيؤدي لانه الجوز extraction يكون سهل and result in higher الان المنتج بيكون ايش بيكون اكبر مجموعة اللي هي مجموعة في عنا انزيمات كلها كبيرة هانا زي ما تشوف كلها مصدرها الاساسي او عظمها من الاسبراجيلا سنيجر is the main مايكروغوزم use for large scale reduction بكتينيزيز for and fruit industry زي ما احنا شايفين هانا الاسبراجيلا سنيجر is name فيها اللي هيعدة تكبير في عنا الهمو غلاكو يورانون في عنا رمو غلاكتو يورانون في عنا رمو اللي هي اسيتلينيز في عنا في عنا فيبريونول في عنا في عنا زيلو سايديز عند عربي سايديز في عنا عربي اكسي اه زي الانيز الى اخرى من الانزيمات فانزيمات كبيرة تستخدم في اللي هو في الصناعات او بهدف تكسير البكتين والدسترين من اللي هو ايش الاسبراجيلا سنيجر يعني اللي انزل الفطريات هادي من النوع الاسبراجيلا سيبتفرز الانزيمات هادي حتى تسخر الانزيمات هادي اللي ما عيشتها عشان يمكن انسان استغلها في اللي هو في استخدامه في الصناعات مدام الميكروب هذا بحطم البكتين فاحنا اخدنا الانزيم من الاسبراجيلا سنيجر لانه هو يفرز الانزيم خارج الخلايا وبالتالي يكون سهل عملية استخلاص استخلاص الانزيم من الاسبراجيلا سنيجر كمان عنا بنعرف اللي هو في التعديل الجيني على الاسبراجيلا سنيجر ونستعمله لا ايش لا اللي هو تسخيره لانتاج الانزيمات المعينة هذه اللي حكينا عليها وهنا في مواقع الجين كود فيها اللي من خلالها يمكن نزرع الانجينات هادي حتى ننتج الانزيمات المعينة من الاسبراجيلا سنيجر طبعا الفروت في عندها الاندو بكتين وفي عندنا الاندو هذه كلها هي تلمودة باكش من بي اتش تيمبرتشال بريفير سمستريت وفي عندنا الفانكشينالي فالاندو بكتينيليز اللي هو من ناحية الاكشن الامناشين اللي هو غلاكتو يرانون مثل استريز ان اوليغو ساكرايد وفي عندنا الافور ديوكسي سيبن اوثو مثل دي غلاكتو فور نيرال سل جروب اللي هي البي اتش اللي بيشتغل عليها اربعة على ستة المحبب على الانزيم هذا لاربين لخمسة واربين لازم ننتبه هنا في درجة حرارة اللي هو العصير اللي بنا نحطه على الانزيم عليه اللي هي اللي هي الفولي مثل استريفايد اوليغو ساكرايد اوليغو اوليغو يوروبونيد بيعمل عملية البكتين فيسكوسيتي ديكريز لو بيقلل الفسكوسيتي لانه حقا بليش حكينا انه بزيد الفسكوسيتي وجود البكتين فيها فالانزيم هذا مشابه لعمل في الانزيم هذا ايضا الاندو بوليغالاكتو يورونيز وفي عنا من الانزيمات الاخرى زي البكتين مثل استريز هو هدفه الاساسي في النهاية ريليز اوف ميثانول كمان عنا من الايضا اللي عنا الانزيمات الاخرى اللي يعني اللي بالفت النظر اكتر اللي هو الاندو ارابينيز الاندو بوليغالاكتو يورونيز في وظيفته اللي هو بريفينت اربان هايز فورميشن اللي هو العقر اللي موجود في العصارى احنا زلنا نتخلص منها من استعمل الانزيمات بالشكل هذا اللي هو تخفيف من العقر اللي موجود في العصارى الاندو بير كونسنتريت كميرشال بكتناز فور فيردر فور فروت جولسن سكم فروم سلكتيد سترينو والاسبراجيلا سنيجر افتر اغرويين اللي اندفين كالتر اكزو سليلر انساعد احنا هدا اللي حكيت عليها قوضي شوية انه الانزيم هدا يفرز من خارج الخلايا وهدي عملية سهلت عملية الحصول على الانزيم وهدا لازم انتباه لها كويس الانزيمات اللي احنا مستعملها سواء مايكروبات او فطريات الى اخرة ازا كانت هي بتفرز الانزيمات خارج خلاياها فبكون عملية حصولنا على الانزيمات بواز بعلامة تجارية او بشكل تجاري احسن واسرع وارخص كمان عرب buffet and concentrated victineases are defined and glyphoside on basis of their reaction to victine and are grouped in domain categories lyases hydrolases كما كثمنا بكتنازيز، بروداكشين زي ما حكينا إن الجوز بروستسجن إذا نتحق نتحق أن تحطي بريك داون فروت فلاش، كسل وال، تحطي مش مهم جدا من هو تكسير هاده بالكامل الثامن بول هو دوكريز بيكتن بيسكوستي لي حكينا عليها البكتين بيرفع البسكوتي فإحنا استعملنا الأنزيمات هو دكريز بيكتينز اللي هو بسكوتي والدماش اللي هو الحريسي أو المعصور او اللي هي في عملية اللي هو العصير. للعمل اللي هو تسريع المعالجة. ازا ما حكيت عني انه بيعمل. بيعمل انه يفتفز بالعصير في داخل المهروس هذا. بقلل عملية الضغط. هو كله هذا السبب اللي بسببه البكتين. بيقلل الانتاج. بيقلل من عمليات اللي هو ايش اللي هي العصير. كل هذه الاسباب اللي حكينا عنها بتخلي عملية تركيز العصير عملية صعبة. ربما تكون مستحيلة لانه البكتين احتوى بالماء في داخله وحافظ عليه وقلل من الاشياء دي كله. لذلك انزيم سابلير مست دير فور بروفايد. بيوزر كومبيت انفرميشن اون. يعني اللي بدي يتزودنا بالانزيمات حتى نستعملها في المصانو نستعملها لازم يكون نتزودنا بالمعلومات اللي برودكت. ريابلتي سبيسي فكيشن كومفيروتي ويد ليجسليشن ويدر او نات او 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 جنتيكلي مودفايد. مايكروغازم وير يوز. ان سيفتي انيوز. هذي كله هياتها الاشياء اللي هل لازم يزودونا فان اذا بنستعمل المنتج لازم يزودونا تناصيل كاملة. هل هو مشرع استعماله? كيف بيعمل الانزيم? ايش اللي في كميات الاخر او حتى هل هو مصنع مصنع اه جينيا ولا مصنع وراتيا ولا لا. كل هذي التفاصيل ضروري جيدة نعرفها. زي ما حكينا بالناحية الانزيم لازم يكون معها تفاصيل على الانزيم وعمله والشركة اللي انتجه كميات اللي هو الانزيمات اللي اللي استعملها في عملية اللي لا قديش لكل مثلا. only but almost impossible for chemical reason for example, synergy effect اللي هي اللي ممكن الانزيمات هذي تعمل بالتزامن مع بعض المال تديني اكثر تديني انتاج اكثر او تديني عمل اكثر. زي مسلا للبيكتناز BL بكتن لياز بي ام ان اللي هو بيكتن مثل مثل استيريز او بي جي اللي هو بولي غالكتو جرانوز طبعا احنا مهمنا كمان نعرف قديش من نحط انزيم قديش نعرف تمان وهل احنا نستعمل كميات يعني خارجي غالي جدا ولا لا التشريعات زي ما حكينا هذي التشريعات لازم يكون طبعا مشرع في الدولة المركب هذا هل هو يعتبر امن لاستخدام البشرة لا طبعا هنا في جمعيات وفي قوانين في المجالس التشريعية بتشرع الاشياء هذي وفي اي مجالات يستعمل ما هذا اللي هي السيف بالارقام هذي في الالفين وتسعة في الانزيمات طبقت على انها تعتبر مضيفة او مضافات على المعادلة الغدية in Europe are في الخمور او في النبيض في الحلويات فرانس دنمارك للمعالجة تشريعات الاوروبية سمحات اللي هو المساعد بواسط الانزمات زي والعماليز والوتياز غير مصنف او مصنف الى اخرة اللي حكينا عليها قبل هيك ان احنا في عنا اللي هو او الفطر او الى اخرة انزمات from genetically modified organism are increasing found in the fruit industry especially الابل روسط اللي هي معالجة الاتفاع بعد السردام العصير اسبراجيلاسترين are genetically modified to produce a pure enzyme without side added activities genetic modification techniques are applied only to reproductive strain and not to enzyme يعني اللي احنا بنعمل عشان الميكروب اللي يطلع الانزم نعملش modification للانزم انزم not genetically modified but are genetically modified micro organism زي ما احنا بنشوف احنا ممكن الهادي العادي نستخدم ال أو الكيميكا لو نحصل على ايش على modification او ممكن بواسطة جين multiplication نحصل على ايش على اللي هو الانزم ولا او self cloning نسميه او نعمل اللي هي genetic manipulation على المايكروب ونحصل على مهوليوغلاس strain او نعمل اللي هو gene from other other specimen نحط جين في داخل المايكروبات هدي او الفطريات هدي ونحصل على ما يسمى بالهيتروغلاس strain هنا اذا استعملنا احنا multiplication manipulation او multiplication from same species species هي من نفس الاسبراجلس ممكن نحصل نسميه homologous strain اما اذا استخمنا جين ممكن خارج الاسبراجلس اللي وضفنا على الاسبراجلس اللي واخدنا منه المنتج هادي من هي هادي من نسميه هاتي هاتي هي الاربع تصنيفات لعمليات الانتاج اللي هو سواء classical improvement strain او self colon strain او homologous strain او هاتي رجلس strain اللي هو enzyme enzyme for fruit production اللي هي enzyme process AIDS اللي هي التعمليات العملية المساعدة في الانتاج او في المعالجة اللي مثلا clear fruit juice او concentrate economic من ناحية الاستعمال الانزيمات له طبعا من ناحية اللي هو الاختصادية when added fruit after crushing the which has quickly decrease viscosity of the mash اللي هو risk by big thin hydrolyzer they facilitate juice extraction from apple increase and increase اللي هو الجوزي التمام بالتالي من ناحية اقتصادية يستعمل للانزيمات مفيد جدا ومهم جدا residual waste such as apple mass is reduced طبعا الوماس هو التفل اللي الانتاج بقل از احنا على جناب الانزيمات is reduced and is a dry enzyme increase over all production of processing plant وبالتالي في عنا الresult من استخدام الانزيمات juice remain stable long term without additives preservatives strong storage volume كمان بقل والشبين والشبين ويل بقل كمان اللي هو التصدير لحالة التصدير كمان الحجم بقل الكوليتي طبعا اللي هو في عنا الفاست الجوز بصوذ انزيم lower risk of microbial pologe يقلل من عمليات التلوث بالميكروبات reduce oxidation and improve juice concentrate shelf life pectin hydrolysis of fruit cell وال weakened cells and vacuoles and their maximize exerfaction of their components such as red color from berries amino cyanine aromas antioxidant of phenolic type positive effect for human health كمان اللي هو تري يعني مدام احنا زودنا من anti oxidant فهو له تأثير ايجابي على صحة الانسان بكترول اللي هو صحة قلب الانسان كمان بالشكل اساسي الاستدامة the use of enzyme has positive effect sustainable production the lower energy consumer كمان من ناحية استهلاك للطاقة والبخار والماء الاخرى reduce waste flow why maximize food produce and reduce الاخرى وبالتالي كمان استعمال الانزيمات بيخلل من عملية استخدام ناريج للمواد هذه هي كلها الاسباب بتخلي الانزيمات يعني شيء محبب في الصناعات الغذائية في الصناعات زي ما احنا شفنا صناعة الفواج او معلجة الفواج شكرا شكرا لكم هذه الفواج ان شاء الله بتعجبكم قد استعملوها للمعرفة مش لالامتحان او للدراسة حتى الوحد يتعرف على الاشياء هذه كلها تفاصيلها شكرا انكم ان شاء الله انتقي في الجزء التاني من نفس المحاضرة من نفس الشهادة على نفس الموضوع شكرا السلام عليكم